توسيع تعريف مصطلح معادات السامية مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بأغلبية نواب الحزبين بـ 320 صوتا مقابل 91 معادات السامية في تعريفها الجديد يمكن أن تتجلى في مشاعر الكراهية تجاه اليهود التي تستهدف المظاهر المادية أو المعنوية منها أو ممتلكاتهم ومؤسساتهم المجتمعية والدينية وتعتبر مقارنة السياسات الإسرائيلية بالنظام النازي معاداتا للسامية أيضا هناك ارتفاع مقلق لمعادات السامية في الولايات المتحدة يجب أن نفعل كل ما هو ممكن لمكافحة معادات السامية ودفنها في الأرض والتأكد من أنها لن تنهض مرة أخرى أبدا في انتظار إقرار مجلس الشيوخ للقانون يتصاعد الجدل حول أهدافه وخلفياته السياسية بين ضغط إسرائيلي على واشنطن لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل متضامن مع القضية الفلسطينية ورفض بعض المسؤولين على غرار السيناتر الأمريكي بيرني ساندرز الخلطة بين إدانة القتل في غزة ومعادات السامية وانتقادات بعض النواب لرئيس الكونغريس بسبب التسويت قال مصدر ديمقراطي رفيع لموقع أكسيوس الأمريكي إن حالة من الإحباط تسود بين عدد من الديمقراطيين بينما عبرت رئيسة التجمع التقدمي عن رفضها لإثارة هذه الأمور وتحويل هذه القضية الخطيرة إلى سلاح لا يمكنك محاربة معادات السامية إذا لم تقم بتعريفها هكذا يقول بعض النواب في مقابل ذلك تشتد المخاوف على حرية التعبير فمن شأن المشروع الجمهوري أن يحضر مثلا على الجامعات حصولها على تمويل فدرالي إذا سمحت بما يعتبره هذا القانون مظاهرات وخطابات معادية للسامية اشتركوا في القناة